أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب قال الله عز وجل يا أيها المدثّر قال القرطبي يا أيها المدثّر ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بحاله وعبّر عنه بصفته ولم يقل يا محمد ويا فلان ليستشعر اللين والملاطفة من ربه كما قررنا ذلك في أول سورة المزّمّل والمدثّر هو الذي تدثّر بثيابه أي تغشّى بها وأصله المتدثّر فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما والدثّار هو ما يُلبس فوق الشعار والشعار هو الذي يلي الجسد وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله أيُّ سورةٍ أنزلت أولاً سورة إقرأ أو سورة المدّثّر فقال بعض أهل العلم أول سورةٍ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة إقرأ وقال بعضهم أول سورةٍ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صدر سورة المُدَّثِّر وقال بذلك جابر بن عبد الله حيث سُئل أيُّ القرآن أنزل قبل فقال يا أيها المُدَّثِّر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق قال أبو سلم سألت جابر بن عبد الله عن ذلك فقال جابر لا أحدثكم إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء فلما قضيت جواري إلى آخر الحديث ولذا استدل بعض أهل العلم بحديث جابر هذا وفي الصحيح على أن أول سورة نزلت هي سورة المُدَّثِّر والصحيح أن السورة الأولى التي نزلت هي سورة اقرأ أما قوله أول سورة نزلت فهو يقصد ماذا؟ بعد فترة الوحي بعد فترة الوحي ويدل على ذلك بعض الروايات بعض الروايات منها قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعدٌ على كرسيٍ بين السماء والأرض الذي جاءني بحراء وأنزل سورة وأقرأ وأنزل سورة اقرأ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرُ الإنذارُ هو إعلامٌ بتخويف فهو أخص من الإعلام سبب هذا التدثُّر أيها الأخوة ما هو سماع صوت جبريل عليه السلام فإنه لما سمع صوت جبريل أتى إلى أهله فقال دثِّروني دثِّروني فناداه الله عز وجل ولا طفه فقال يا أيها المُدَّثِّر قُمْ فَأَنْذِرُ وتأمَّلت يا أخواني الآيات السبع فوجدت أنها خارطة طريق للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وللدُّعات من بعده وسأُثبِت لكم ذلك الله سبحانه وتعالى لاطف نبيه فقال يا أيها المُدَّثِّر قُمْ فَأَنْذِرُ أي أنذِر من؟ أنذِر الناس وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ لماذا قال وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ؟ إيه وش معنى وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ؟ أي كَبِّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ ولذلك افتُتِحَ الصلاة بقولي الله أكبر أي الله أكبر من هذه الدنيا كلها أقبل على الله ولذلك افتُتِحَت الصلاة بالله أكبر كما افتُتِحَت الرسالة بماذا؟ بالتكبير وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ أي كَبِّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ لا تخشى الناس ستُنَاقِي مِنَ النَّاسِ عَنَةً سيُقَاتِلُونَكَ سَيَتَّهِمُونَكَ لَكِنْ رَبَّكَ فَكَبِّرُ ثم قال وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على قولي القول الأول أن المراد بالثياب هنا الثياب الحقيقية أي وثيابك فطهرها من الأنجاس وهذا اختيار بن جرير رحمه الله وقال جمهور المفسرين أن المراد وثيابك فطهر أي عملك ونفسك وقلبك طهرها وهو رأي ابن القيم رحمه الله وجمع من المحققين أيهما أرجح يا أخواني الراجح النائش كلا القولين حقيقتين كلا القولين فأحدهما أصاله والآخر بطريق بطريق اللزوم ثم قال سبحانه وتعالى والرُّجز فهجُر والرُّجز فهجُر الرُّجز هي الأصنام وسمِّت رِجزًا لأنها سبب العذاب سبب للرِجز وقيل الرِجز أعمال الشر كلِّها وسواءً قلنا بهذا أو هذا فلا يلزم تلبُّس النبي صلى الله عليه وسلم بشيءٍ من ذلك يعني أن أمر الله عز وجل لنبيَّه بترك الأصنام لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلبَّس بها كما قال سبحانه يا أيها النبي اتقِ الله ولا تُطِع الكافرين والمنافقين ولا تُطِع الكافرين والمنافقين وكما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وقال موسى لي أخيه هارون اخلُفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المسنين فالأمر بترك الشيء ليس معناه أنك متلبِّسٌ به ليس معناه أنك متلبِّسٌ به نعم ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تمنُن تستكثر ولا تمنُن تستكثر أي لا تُعطِي العطية تتمِس أكثر منها أي كأنه أمره بأن تكون عطاياه لله عز وجل لا لارتقاب ثواب وعلى هذا التفسير وهذا هو رأي ابن كثير القرطبي فهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك معناً آخر وهو لا تمنُن تستكثر أي لا تضعف أن تستكثر من الخير أي لا تستكثر العمل الذي تعمله لله سبحانه وتعالى ما فائدة يا أخواني هذه الدعوة من الله؟ قلتُ لكم هذه رسمة معالم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ولا تمنُن تستكثر؟ قلنا أن معناها أي لا تستكثر من الخير الذي عملت بل استمر على ذلك وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستكثر على ربه أي عمل عمله حتى وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم كان يقول يدعو ويذكر ويأمر ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أي لا تستكثر لا تستكثر خيرا فعلته في سبيل دعوتك وهذا يا أخواني خارط الطريق قلتُ لكم للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده كم رأينا أيها الأخوة من كثير من الدعاة يدعون خمس سنوات عشر سنوات فنراهم إيش؟ يضعفون نقول لهم ولا تمنُن تستكثر كم رأينا من الإخوة الشباب الذين وفقهم الله عز وجل لتعليم القرآن زمانا فلما وسع الله سبحانه وتعالى عليهم تركوا تعليم القرآن أو انشغلوا بالدنيا نقول لهم ولا تمنُن تستكثر نقول للدعاة الذين ينشغلون بطباعة الكتب والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعفوا ولا تمنُن تستكثر ولا تمنُن تستكثر احفظ هذه الآية لأن إمامك ونبيك وقدوتك حفظها قيلت له في أول دعوته لا تمنُن تستكثر لا تستكثر عملاً فعلته يا محمد فما استكثر صلى الله عليه وسلم عنه أدميت عقبه طورت التهم في عقله حوصر في الشعب ثلاث سنوات تؤمر على قتله ترك وطنه حارب هاجر كُسِرَت رُباعيَّته تحزَّب الأحزاب حوله هل استكثر لا مات صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويذكر ويقول الصلاة الصلاة وما مالك الضيمان إن قول الله تبارك وتعالى ولا تمنُن تستكثر دعوة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم المشتغلين بالدعوة وبالعلم وبالتعليم وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر ألا يضعفوا أن يكون ذلك ديدنهم في حياتهم كلها إلى أن يتوفاهم ربهم عز وجل وليتذكروا دوماً وأبداً ولا تمنُن تستكثر احفظوا هذه الآية كما حفظها النبي صلى الله عليه وسلم وطبِّقوها كما طبَّقها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستكثروا خيراً فعلتموه لله تبارك وتعالى لا تمنُن تستكثر إذا هدى الله عز وجل على يديك شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربع لا تستكثر ذلك على ربك استمر في دعوتك إذا علَّمت وحفظت رجلاً أو رجلين أو ثلاثة أو عشرها القرآن فلا تمنُن تستكثر استمر في تحفيظك وتعليمك فهذه الآيات السبع يا أخواني خارط الطريق يا أيها المُدثَّر يا أيها الذي متُدثِّر يا أيها الذي قم فأنذر قم الآن ادعو إلى الله عز وجل وربك فكبر لا تخشى الناس الله أكبر من كل شيء وثيابك فطهر أي قلبك وعملك طهرها من الرياء وكل ما يشوبه بإخلاص وتجنَّب كل أنواع الشر والرجز فهجر ولا تمنُن تستكثر هذه خارطة طريق الدعاة إلى الله تبارك ولا تمنُن تستكثر ولربك فاصبر فإن هذا الطريق ليس طريقاً قد فرش بالورود بل هو طريق صبرٍ ومصابرة ومجاهدة وستجد يا محمد عنةً تصوروا أن ذلك النبي الآن سمع الوحي يا أخواني الآن يقال له هذا الكلام معنى أن المهمة شاقة ولا ما هي شاقة؟ شاقة قال ولربك فاصبر ولربك فاصبر فإنك ستجد من هؤلاء العتاد من هؤلاء الكفار عنةً شديدة لكن لربك فاصبر أمره الله عز وجل بالصبر أمره الله سبحانه وتعالى بالمصابرة فإنه ليس هناك أنجح في الدعوة إلى الله عز وجل من الصبر والمصابرة ولربك فاصبر ثم قال سبحانه وتعالى فإذا نُقِرَ في النَّاقُور النَّاقُور هو الصُّور قال مُجاهد وهو كهيئة القرن وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يُؤمر فينفُخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا فإذا نُفِقِرَ في النَّاقُور أي نُفِخَ النَّفْخ والنفخة هنا قيل النفخة الأولى نفخة الصعق وقيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث فذلك يومئذ يومٌ عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي غير سهل عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورةٍ أخرى يقول الكافرون هذا يومٌ عسر وقوله على الكافرين غير يسير تأكيد لعسره عليهم لأنه قد تقدَّم قوله يومئذ يومٌ عسير وقد روي عن قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى فإذا نُقِرَ في النَّاقُور فذلك يومئذ يومٌ عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقةً ثم خرَّ ميتاً رحمه الله إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد يلتقى مقرنه وحنى جبهته مستعد ينتظر فقط الأوامر بالنفخ ثم قال سبحانه وتعالى دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا دَعْنِي وهذه كذلك يا أخواني بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في سورة المُزَّمِّل دَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ أي أنا خصمهم يقول الله عز وجل دَرْنِي يا مُحَمَّد وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا أنا خصمه أنا الذي سأنتقم منه أنا سأكفيك إياه دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وهذا الرجل هو الوليد ابن المغيرة وهو لكل من شابه حال المغيرة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي خرج من بطن أمه وحيدا لا ما له ولا ولد فرزقته مالاً ممدودا أي واسعاً كثيراً وقد اشتهر الوليد بكثرة المال على اختلاف أنواعه وبنين شهوداً مش معنى بنين شهود يا أخواني أي حضور لأن من تمام النعمة أن يكون لك من النعمة أن يكون لك بنين ومن تمامها أن يكونوا حاضرين حولك أن يكونوا يعني لا يغابون وبنين شهودة أي حاضرون على الدوام عندك قيل حاضروا لكثرة مال أبيهم فلا يحتاجون إلى السفر للتجارات ولذلك يجد الوالدين عنت شديد عندما يكون لهم ابن في الصين ولا ابن في الغرب ولا ابن في الشرق ولا لا ولذلك قال عز وجل وبنين شهودة ما أجعل له ابنين لا ابنين كلهم حوله حتى قيل له اثنى عشر ولد وبنين شهودة لا يغيبون أبداً عنه يأتمرون بأمره ومهدت له تمهيداً أي مكَّنته من صنوف المال والأثاث وقيل بسطت له العيش وطول العمر والرياسة في قريش والتمهيد عند العرب هو التوطئة ثم يطمع أن أزيد أي يطمع أن أزيده مع هذا كله لحرصه وشدة طمعه مع كفرانه لنعم الله عز وجل كلا إنه كان لآياتنا عنده كلا كلمة رد ورد لما قبلها هنا في هذا الموضع ولذلك يقول العلماء إن الوليد بعد نزول هذه الآية ما زال في نقصان في ماله وولده حتى هلك الجزاء من جنس العمل ثم يطمع أن أزيد قال الله كلا أنا أعطيناك هذا كله الآن بدأ إيش النقصان ليش كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا وهو الكفر كفر النعم بعد وجودها لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت وهذا انذار لأصحاب النعم لأصحاب الأموال أن يقوموا بشكرها وأداء ما أوجب الله عز وجل عليهم من صدقاء من زكوات وصدقاء وصلات لأن هذا هو الواجب عليهم وليكن لهم في الوليد عبرة وعظة حينما لم يتعظ بل طلب المزيد وكفر وعالد آية الله عز وجل سأرهقه صعودا الإرهاق في كلام العرب أي يحمل الإنسان الشيء الثقيل والصعود قال ابن عباس صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه ليش؟ لماذا؟ قال إنه فكر وقدر أي إنما أرهقناه صعودا وقربناه من العذاب الشديد لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن الوليد سمع القرآن وأعجب بالقرآن والقرآن لبلاغة وفصاحة أخذ بألباب أهل الفصاحة في ذلك الزباد بل وصف القرآن يخواني بوصف بقي إلى الآن يقول لقد سمعتك منه كلاما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثبر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلا عليه وما يقول هذا بشر وصف القرآن بهذا الوصف الرائع لكن صاحبها أبو جهل ماذا فعل؟ دخل عليه قال حنا بنجمع لك بعض المال يا الوليد ليش؟ قال أنك تدخل إلى محمد وبكر وتأخذ منه وتأكل عنده وتشرب عنده وتسمع القرآن قال كيف تقول هذا وأنا صاحب الأموال قال إذن لا بد أن تقول شيئا في القرآن ولذلك قال الزجل إنه فكر وقدر أي تروى كيف يعني أراد أن يأتي بقول يزيل هذا القول الذي قاله ويمحو أثره إنه فكر وقدر أي تروى لم يستعجل أراد أن يأتي بشيء فعلا يصف به القرآن ويرد به الناس عن هذا القرآن إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل أي دعاء عليه دعاء عليه بالقتل على هذا التروي وهذا التفكير في سبيل الشر ونحن نقول لأهل الأفكار الهدامة قتلوا كيف قدروا وكيف فكروا كما قيل للوليد بن المغير إمامهم حينما قال هؤلاء الذين يريدون أن يشككوا بالقرآن إمامهم الوليد المغير ولهم نصيب من دعوة الله تبارك وتعالى عليه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر الله ليه ليه كل هذه الوليد أراد أراد بس يأتي بعبارة تمحو أثر تلك المدح أراد بعبارة يكفر بها عن مدحه للقرآن ثم عبس يعني قبض بين عينيه وقطب وبسر أي كلح وكره يعني جمع كل العبارات من التفكير والتروي والتقدير والعبوس والعبوس هو تقطيب الوجه والبسور كلوحه وتغيره ولذالها قيل إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة وظهور البسور في الوجه قبلها كل هذا لماذا أخرج كلمة واحدة فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ما قال سحر فقط ها سحر يؤثر عن غيره يعني حتى ما أراد يقول أن السحر من عنده قال سحر وإيش مأثور مأخوذ من غيره إن هذا إلا سحر يؤثر أي سحر ينقوله محمد عن غيره إن هذا إلا قول البشر لأنه قال في وصفه وما هو بكلامي بشر شفت كيف فكر يعني هذا التفكير كله ليكفر عن تلك المقولة أي ليس بكلام الله إن هذا إلا قول البشر النتيجة يا أخواني سأصليه سقر أي سأغمره في جميع جهات جهنم وصقر من أسماء جهنم وما أدراك ما سقر تهويل وهذا الأسلوب يستعمله القرآن كثيرا حينما قال القارعة ما القارعة وغير ذلك من الآيات وما أدراك ما الطارق إلى آخره وما أدراك ما سقر ثم فسر ذلك بقوله لا تبقي ولا تذر أي تأكل اللحوم والعروق والعصب والجلود ثم تبدل غير ذلك وهم في ذلك لا يموتون لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر والبشر إما المقصود بها البشرة يعني جلدة الإنسان الظاهرة كما قاله أكثر مفسرين وهذا سر قول الله عز وجل كل ما نضي جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لواحة للبشر أي حراقة للجلد وقد اكتشف الطب الحديث يا أخواني أن مركز الإحساس وين في الجلد مركز الإحساس ليس اللحم وإنما في الجلد ولذلك كل ما نضي جلودهم بدلناهم جلودا غيرها هذا قول الأكثرين أن البشر هنا لواحة للبشر أي البشرة ومن العلماء قال لواحة أي المقصود بها الناس المقصود بها أهل النار من الإنس أي البشرية قال ابن عباس تحرق بشرة الإنسان عليها تسعة عشر من مقدم الزبانية من مقدم الزبانية عليها تسعة عشر لما نزلت عليها تسعة عشر ماذا قال العتات؟ قال واحد منهم يقال له أبو الأشدين قال تسعة عشر بس تسعة عشر ملك على النار أنا بيميني عشرة وبيساري تسعة وأكفيكم خلاص ما خلاص النار تنطلق نعوذ بالله وأبو جهل ماذا كان يقول يقول تسعة عشر كل واحد يقوم عليه مئة منكم ويكفينا ويكفينا إياه ولذلك ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ يعني هذه عليها أي زبانية النار عليها تسعة عشر وإلا يا أخواني ثبت في الأحاديث الصحيحة هذا لعمل معين لو محدد هم زبانية النار وإلا ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة معها سبعون ألف ملك لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها لكن التسعة عشر هنا ليش أتى العدد التسعة لخمس حكم لخمس حكم يا أخواني ها ما هي كما أخبر الله في الآية التي بعدها وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أول رد عليهم أي هؤلاء ملائكة ما هو بشر مثلكم إذا كان الناس يصعقون بنفخة من ملك واحد هلو إسراء فيه عليه السلام كيف كيف ستسذئون بالتسعة عشر وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أول واحد إيش ها فتنة فتنة للذين كفروا وقد افتتني وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا الحكمة الثانية ليستيقن الذين أوتوا الكتاب يقين أهل الكتاب هذه الحكمة الثانية من جعلهم تسعة عشر ليش لأنه قد أخبر في كتبهم أن أن المسؤولين زبانية النار كم عددهم تسعة عشر الحكمة الثالثة ويزداد الذين آمنوا إيمانا يؤمنون بهذا الحكمة الرابعة ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون انتفاء الريب عن المؤمنين وعن أهل الكتاب الخامسة وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثله الحكمة الخامسة حيرة الكافر ومن في قلبه مرض عن المراد بذلك لماذا الله جعلهم تسعة عشر لماذا ما كانوا ثمانية عشر لماذا لم يكونوا عشرين جعله الله عز وجل حيرة لمن للمؤمنين لا إنما لمن للكافر ومن في قلبه مرض ومن هو الذي في قلبه مرض ليس المنافق على الصحيح لأنه ليس في مكة نفاق وذلك بعض الفسرين فسرها في المنافق وضعيف ليش لأنه ليس في مكة نفاق وإنما المقصود في قلبه شك وريب في قلبه شك وريب كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء هذه الآية لو تفكروا فيها كفار قريش ما قالوا والله نجتمع تسعة عشر وأنا علي تسعة بيميني عشرة وبيساري تسعة وأكفيكم إياه أو قالوا نبعث مئة لأن الله رد عليهم بهذه الأشياء في أول الآية وفي آخرها قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملك أولا أصلا هؤلاء التسعة عشر ليسوا من الإنس حتى يكون هناك مقارنة بينك وبينك ولا تحط عشرة ولا عشرين ولا مئة ولا ألف ثم قال سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو ليس فيها موضع قدم إلا وفيها ملك قائم أو ساجد قائم وما يعلم جنود ربك إلا هو والبيت المعمور يطف فيه كل يوم سبعين ألف ملك لا يعودون إليه وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر أي هذا من باب التذكير لهم أي وما هي هي هذه النار التي وصفت إلا ذكرى للبشر ثم قال سبحانه وتعالى كلا والقمر كلا والقمر أقسم الله عز وجل كلا هنا بمعنى حقا أي حقا والقمر أقسم الله عز وجل بالقمر الذي هو آية الليل ثم أقسم بالليل نفسه حال إجباره والليل إذ أدبر وقرئت إذ أدبر وقرئت إذا أدبر والفرق بين القراءاتين إذ أدبر للمستقبل وإذا أدبر لما مضى وكل هذه القراءات متواترة والصبح إذا أسفر أي أشرق إنها ما هي النار لإحدى الكبر وهذا جواب القسم إنها لإحدى الكبر جواب القسم أي إنها لإحدى العظائم والكبر جمعوا كبراء أي هي إحدى الدواهي العظيمة يا من تستهزئون النار إنها لإحدى الكبر نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم فيقبل النذارة ويرعو إلى ربه أو ويهتدي الحق أو يتأخر عنها ويولي دبره ويردها فيهلك ويكون من من أهل النار ويكون من أهل النار ثم قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي كل نفس مأخوذة بعملها مرتهنة به معتقلة به يوم القيامة إلا صنف واحد والاستثناء يقول العلماء معيار العموم كل نفس بما كسبت بما عملت مرتهنة أي مرهونة به لن تستطيع أن تنفك عنه والرهن هو الإغلاق إلا صنف واحد منهم أصحاب اليمين فإنهم غير مرتهنين بما كسبوا إلا أصحاب اليمين ليش غير مرتهنين لأنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين أي يسألون يا أخواني عن الجنات يسألون عن المجرمين وهم في الغرفات هناك مجرمون كانوا معهم في هذه الدنيا أجرموا وأوغلوا في الإجرام فأرادوا أن يسألوا عن هؤلاء ما مصيرهم أين ذهبوا فيتساءلون عنهم فيطلعون عليهم كما ثبت ذلك في أحاديث أخرى يطلعون وهذا من تمام النعيم أنك ترى إيش أنك ترى مقعدك لو كنت ضالا من تمام نعيم أهل الجنة أنه يرى مقعده في النار لو كان لو لم يهتدي ومن زيادة عذاب أهل النار أنه يرى مقعده في الجنة لو لم لو كان لو كان مهتديا فيطلعون على المجرمين فيرونهم في الدركات في النار فيسألون ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر ولاحظواك يا أخواني ها الآية ماذا قال ما قال ما سلككم في النار لأنه قال في وسطها سأصليه سقر استعمل نفس الإسم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أي لم نكن نصلي لله تبارك وتعالى ولم نكن نطعم المسكين أي لم نحسن إلى خلقه كما أحسن علينا وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين أي نتكلم فيما لا نعلم كما تكلم هؤلاء أبو الأشدين وغيره وأبو جهل وكنا نكذب بيوم الدين أي بيوم القيامة والله سبحانه وتعالى مالك ليوم الدين ومالك لغيره لكن لماذا خص يوم الدين بالملك هنا كما قال الله في سورة الفاتحة مالك يوم الدين لأنه لا أحد في ذلك اليوم يدعي الملك لمن الملك اليوم لله لله الواحد القهار فاجتمع فيهم أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين الأولى ترك الصلاة الثاني ترك إطعام المساكين الثالث الخوض بالباطل الرابع التكذيب بالحق وهو يوم الدين حتى أتان اليقين ما هو اليقين يا أخواني قال بعض المفسرين الموت وابن عطية رحمه الله يرى أن تفسيره في هذا الموضع ليس الموت وإنما يقول ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله والدار الآخرة يقول إن اليقين هنا ما كانوا يكذبون عندما كان الله عز وجل يعيدهم بالجنة ويتوعدهم بالنار وأما ابن كثير فقد فسر اليقين هنا بالموت لكن ابن عطية يقول إن تفسيره بما كانوا يكذبون به أو لا في هذا الموضع فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي من كان متصفا بهذه الصفات فلا تنفعه شفاعة شافع لأن الشفاعة لها محل ولها قابلية وهؤلاء لا تقبل فيهم الشفاعة لا تقبل فيهم الشفاعة لأنه ليس عندهم أي مقومات الشفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم وتذكرون به معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة أي كأن هؤلاء حمر حمير يعني جمع حمار وهي الحمر الوحشية فرّت من قسورة القسورة فسّر بالأسد وفسّر بالرامي بالرامي بالصياد يعني وكل التفاسير صحيحة ولا تعارض بينها فالحمر تفرّ من الأسد كما تفرّ من الصياد من الرامي بنبله لصيدها فهي تريد أن تنجو بحياتها كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة يعني من عتوهم يريد كل واحد منهم يقول حتى أهتدي ينزل علي كتاب مستقل خاص بي سبحان الله طلبات تعجيزية كما أنزل عليك يا محمد كتاب تريد أن أهتدي ينزل علي كتاب مستقل لوحدي يخاطبني أنا خاص بي بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله لن نؤمن حتى نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني يرسل إلينا ينزل إلينا كتب يوحى إلينا كلا بل لا يخافون الآخرة إنما أفسدهم عدم إيمانهم بهذا اليوم عدم إيمانهم بالآخرة هو الذي أوصلهم إلى هذا المصير كلا إنه إنه أي القرآن ولذلك ذكر الضمير هنا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء يعني فمن شاء هذا القرآن يا محمد ويا أيها المخاطبون به تذكرة لمن لمن شاء أن يتذكر لمن أراد أن يتذكر لمن بحث عن التذكر لمن بحث عن الهداية فهو تذكرة وما يذكرون إلا أي شاء أي لا يتذكرون ولن ينتفع إلا أي شاء الله عز وجل هداية فهو أعلم بمن يصلح للهداية وهو أعلم بمن يصلح بمن لا يصلح للهداية وما تشاءون وما يذكرون إلا أن يشاء الله كقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى سبحانه وتعالى هو أهل أن يخاف منه سبحانه وتعالى ويتقى عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وأهل المغفرة هو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه ففيه دعوة تخويف ترهيب وترغيب ترهيب هو أهل أن يتقى وهو أهل أن يغفر إذا تبت طيب يا أخواني من يعطينا مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها مناسبة السورة يا أخواني مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها أن الله سبحانه وتعالى لما أمره بالنذارة في أول هذه السورة أخبره أن منهم من لا يستجيب وأن ذلك راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته وفي هذا رفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس مطالب بالاستجابة ليس مطالب أن يستجيب وإنما مطالب فقط بالنذارة وهذا من رفق الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته هذا ما تيسر الحديث عنه لتفسير هذه السورة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الداعين إليك اللهم اجعلنا من الداعين إليك اللهم اجعلنا من الداعين إليك المقتدين بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم مقتفين بذلك أثره إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر